هذا البرنامج برعاية؟ يعني تصورون زواج القاصرات البنات اللي عمرهم تسع سنين عشر سنين دعا سنة تنعا سنة تلتعا سنة أربعا سنة حتى خمس ستعا 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 طبعا ما المفروض تزوج لأنه بعدها طفلة في دول مثل دولة العراق أنه عمرها تسع سنين ما زموح لا تتطلق في اليمن هالأشياء هاي ماشية كل يوم زواج الطفلات وبالنامج إذا سويت مقابلة مع خديجة زوجوها أهلا لما كان عمرها دعا سنة فشنو رأيكم؟ شنو النقاش؟ بس لازم نتناقش بهالنقاش هذا ومن خاف أنه نتناقش بهالنقاش هذا لأنه هو شي دي صر عندنا مجتمعاتنا العربية وإلا إذا نناقشه وبطريقة مفتوحة حقيقة بدون خوف ما رح نحل المشكلة كيف صار هيك شي؟ أنا كنت أسأل نفس السؤال وأنا صغيرة ليش أهلي يزوجوني بهذا العمر كانت تجربة مؤلمة جدا والمأساة كنت في بلد غير اليمن ما كان عندي أي إنسان أجل له فوجوكم سفروك يعني؟ سفروني أيوه أنت كان عملك 11 سنة يعني كيف الحكي بين أو كيف العلاقة بين الزوج والزوجة؟ ما كان في علاقة لأنه أنا كنت أشوف إنسان وحش أمامي إنسان غريب فكان الحل الوحيد لأني كنت بعيدة عن أسرتي لأعرف أحد في هذا البلد كنت أسكر على نفسي في الحمام وضرب رأسي على حياة طوح فكانت تجربة مؤلمة حقيقة أنا شخصياً لا أعتبره زواج أنا ما أعتبره اختصاب بموافقة للأسف بموافقة مباركة الأهل طب احكيلي على فيلمك شو الهدف منه؟ هو مستمد من قصة نجود علي ملهم ولكن هي قصتي وقصة كثير من البنات لكن الشيء الجميل لأنه نجود لم تستسلم كما قالني لما أستسلم خلينا نشوف مقطع من الفيلم وحياتك في البنات كثيرة تزوجوهم صغيرات سواء رحدة منهم أقد تطلب الطلاق في المحكمة بس موضوعك صعب وملفك شاهدك مقدش أضملك أنك تنجحي بالفضيح هيا كم يضوي كم يضوي أموت ولا ارجع عندك